سلام عليكم البنات ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد من أنكم تكونوا كلكم باخر وعلا خير وانتم ما تشاهدوا هاد الفيديو اليوم البنات رجعت لكم بروتين جديد وطلبية جديدة وكمون جديدة طلبية دي اليوم البنات كانت عندي فيها غريبة الكوك أو لكل واحد شنو كيسميها غريبة اللي كتجي رائعة بزاف كيحمقوا عليها الصغر و الكبار بغيت نشاركها معاكم دائما كنخدمها في العيد بلا عيد بغيت نشاركها معاكم باش حتنتوا ما تخدموها الوليداتكم أو الكليان ديالكم غريبة اللي كتجي رائعة بزاف و الكليان كيحمقوا عليها وكتكون مطلوبة عندي بكثرة بغيت نشاركها معاكم بجميع النصائح بجميع التفاصيل باش حتنتوا ما تنجح معاكم هادي نشارك معاكم الكيمية شحال عطتني في الميزان وشحال عطتني من حبة كتخرجوا واحد الكيمية اللي هي كتيرة تبارك الله ما شاء الله وما تنسوش البنات الى كانت هادي اول زيارة ليكم للقناة شتركوا وفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بكل ما هو جديد من عندي ان شاء الله وما تنسوش تكملوا الفيديو حتى الاخير باش شوفوا معايا جميع المراحيل باش غادي نخدم هاد غريبة شوفوا معايا التمن باش كنخرجها هاد ندوز معاكم المقادير باسم الله وعلا بركتله بالنسبه انا فى المقادير هاد نحتاج 250 جرم ديال الزبدة مارغارين ها بنسابه الزبدة تطوعية الكايات متوفرة عندكم بوووو تقدروا تخدمو بلزبدة ديل البواطة او زبدة ديل سنترال عندي وهزوج كيسان ديال الزيت معبورين بالكس ديل العنبا vàشج كيسان ديل السكر حبايبات gernبورين بالكهالعنبا عندي زوج كيسان ديل الكوك الآ rack اي كان عندك من هذا الكوك الغلود طحنه وعبره به زوج كيسان هذا هو الكس البنات اللي كان عبر به كان عبر به هاد الكس ديال العنبة عندي ربعه ديال البيضات يكون البيض كبير وعندي هنا ينكها او الروح ديال الحامض عندي ثلاثة ديال خمارة حمر من كل واحدة فيها 8 جرام عندي هنا يدقيق على حسب الخالي تكون نوعية مزيانة وعندي الفاني وعندي واحد القبيسة ديال الملح هده هما المقادير البنات اللي غادي نحتاج في هاد غريبة هادي انا هنايا شاركت معاكم مقادير اللي هو مقلال باش حتى انتم ما تقدرو تجربوا هاد الحلواء او هاد غريبة وتنجح معاكم اما انا كنخدم واحد الكيمية اللي هي كتيرة تبارك الله جبت هنا هاد القصرية درت فيها 250 جرام ديال زبدة مارغارين زد عليها زوج كيسان ديال سكرح وبيبات قبيسة ديال الملحة واحد رسم علقة ديال الفاني ومعلقة صغيرة ديال الروح ديال الحامض بالنسبة لهاد النكهة ديال الحامض والفضل اللي شاركت معاكم كاتواثة مع المدق ديال الكوك كاتجى هاد غريبة زوينة بالمدق ديال الكوك وديال الحامض كاتجى رائعة هنه ييها يد تانخدم الزبدة مزيان مع السكور حتى يدخل ليادك السكور مع الزبدة ونتخدم مزيان ونزيد عليهم زوج كيسان ديالزيتم التانع بورين بالكس ديال العنبة دايمن العبارة البنات نسخدم الزبدة مع الزيت مزيان حتى تخدم لي هاد الزبدة بحل الكريمة الآن مرحباً السطر السطر الرحل ноз port السطر عجينة الغريبة هنا البنات نضيفها ضع المكونات هناك كسان الكوك الى الكوك الغليد نضيفها نضيفها ثلاثة خمارة حمر 8 جرام نضيفها حتى تجمعها عجينة من المتجمع العجينة لا يستطيع حسب العجينة نستطيع طفل تحتاجها كمها محضور من المطلق نجمع العجينة لنجمعها ثم تحصل على عجينة لا تستطيع عجينة قاسحة سوف تساعدكم في الخدمة سوف تساعدكم في الخدمة سوف تساعدكم في الخدمة سوف تساعدكم في بلاستيك غذائي سوف نشكلها سوف نزيد سوف ندخلها للفران سوف ندخلها عيني هي ميزاني كندير كوريات ليهما مقدين ما بين 14 قرام 15 قرام ما كنفوتهاش صف البنات كنبقى عليها الطريقة هادي كنهز العجينة ديالي كنحرب لها مبني دياء كنحرب لها مزيان وكنحطها في اللطن اللي غادي ندخلها للفران كيما اذكرت معاكم كيما اشتوا معايا البنات هاد غريبة راها سهلة وفي الساعة كتوجد ما كتاخدش منكم مقتلي هو كتير بزاف وكتجي رائعة كي يحمقوا عليها الكليان لذلك احكموا عن الاتصال سأدخلها للفران لدي هنا ايه واحد الحبّة ديال البيض كاملة و عندي هنا قهوة سريعة سدوبان و انضيف معايا كعالقة صغيرة لدي القهوة هادي ونخلط هذا البيضهى مع القهوة سريعة سدوبان مزيان مزيان حتى تخلطلي حتى نحصل على اللون للي انا بغيه باش قاد ينذهن هاد غريبة هاي بعد ما خلط ذيك البيضهى مزيان البنات و تحصلت على اللون للي انا بغيه هادي الغريبة وكان دهن الغريبة مزيان على هذه الطريقة بهذا البيض قهوة سريعة الدوابن كان دهن جنيبات لتجي محمرة من كل جهة طريقة اللي سهلة البنات ومفهومة بالنسبة لهذا البيض يعطيها اللون تجي محمرة و تجي زوينة بزاف بلا ما تضيفوه في العجينة العسل تجي زوينة و تجي محمرة كما اشتوا معي هاد غريبة مضيفوه فيها نهائية العسل و جات محمرة و جات تزوينة بزاف هادين بقى على هالطريقة البنات كان دهن غريبة ديالي مع الجنيبات لفوق باش تجي محمرة كما اذكرت معاكم من كل جهة و غادي نزينها من الفوق غادي نزينها بحبة من ديال اللوز تقدروا تزينوها باللوز او تزينوها بالكاوكاو البلدي كجي زوينة والاختيار ليكم انا هنه ازينتها باللوز الكليان كاي بغيوها مزينة باللوز اهنا يا البنات مين تضيفو اللوز فوق غريبة ديالكم كتضغطو عليهم زيان حتي يدخل باش مين تدخلو اللطة ديالكم للفران غادي تزيد طلح هاد الحلوة في الفران و ذاك اللوز غادي تقلع من هاد الغريبة كتضغطو عليها مزيان كتبتوها باش مين تدخلوها للفران كاي بقى ذاك اللوز لسق فوق من غريبة طفي البنات هنا ايام بعد ما دهنت غريبة اللي عندي كاملة دهنتها بالبيض وزينتها باللوز طفي را عندي واجدة قد ندخل اللطة ديالي للفران بالنسبة للفران را عندي شعل من قبل ضروري البنات ما تتخنو الفران ديالكم مزيان في الاول وغادي نقصلو مزيان كنخليه نار اللي هي مهيلة وكندير اللطة ديالي الفوق في الفران على نار اللي كتكون مهيلة حتى التحمر مزيان مع الجناب والدهب عاد كان هو ودها لتحت تكمل الطياب وتحمر بعد ما طيبتها البنات الغريبة وساليتها هدا هو الشكل ديالها بعد ما كتطيب كتجي محمرة ومجمرة على حقها وطريقها شحال مما نقصلوها للنار وخليتوها الطبع على خاطرها وعطيتوها الخاطر في الطياب راها كتجيكم زوينة وكتجيكم مذهبة ومحمرة واحتدق البيض اللي كنديروه لها كيعطيها اللون وكيساعدها باش كتتتحمر وغريبة اللي كتجي رائعة بزافة والبنات صدقوني اللي أجربتوها سيتعجبكم بزاف وغريب احتلوا اليدات ديالكم او الكلين ديالكم غريبا اللي كتحمر الوجه بعد مسالة الغريبة درتها ني يا في البواط هدا هو الشكل ديالها النهائي غريبا لكتجي ناجح وكتجي سوينة وكتجي محمرة صدقوني البنات اللي أجربتوها سيتعجبكم بزاف كيما أشتو معي مفيهاش كثرة المقادير مفيهاش كثرة الخدمة في الساعة توجد وخات تخدمه بها واحد الكيمية اللي هي كتيرة راكو في الساعة غادي تسالي وها انا ايهنا يا البنت شاركت معاكم كيمية اللي هي قليلة باش تقدروح تنتو ما تجربوها وتنجح معاكم اما انا كنخدم واحد الكيميات اللي هما كتار بهاد الغريبة هادي كتكون محبوبة عند الكليان كل شي كيبغيها في هاد الوقيتها هادي وشاركت معاكم كيمية اللي هي قليلة اه بالنسبة للميزان البنت راها عطاتني زوج كيلو ونص في الميزان وبالنسبة لعدد الحبات اللي اعطاتني عطاتني مية وتمانين اه حباء من هاد الغريبة هادي كتخرج واحد الكيمية اللي هي كتيرة تبارك الله ما شاء الله وبالنسبة لتامان باش كنخرجها البنات كنخرجها بسبعين درهم للكيلو تامان جد مناسب لليا ولا الكليان نتمنى الفيديو ديال يوم يعجبكم وانتمنى باش تعاونوني بلايك وتبارتجيو الفيديو مع الاهل والاصديقة وما تنسوش لك انت هادي اول زيارة ليكم للقناة اشتركوا فعلوا الجرس باش دائما توصلوا بكل ما هو جديد من عندي ان شاء الله وانتمنى تكونوا استفدتم معايا من هاد الفيديو هذا وبسلام عليكم اشتركوا في القناة